نيجي بقى لمباراة منتخبنا الوطني مع بوركينا فاسو يوم الخميس الجاي إن شاء الله عايز أقول لكم اللي بيدور في منتخب بوركينا فاسو قبل هذه المواجهة وعندهم شوية أزمات كده إن شاء الله يعني تكون حاجة سهل لنا المهمة بإذن الله يوم الخميس تعال نشوف هناك أزمة في بوركينا فاسو بسبب اتهام الجمهيل للحارس الأساسي المنتخب هيرفي كوفي بالتهرب من لقاء مصر والدعاء للإصابة وذلك بعد أصرحات المدرب برامة راوري الذي يشير من خلالها إلى طلب ومستندات تثبت إصابة الحارس خاصة أنه اعتذر بشكل مفاجئ عن التواجد في معسكر المنتخب قبل مواجهة منتخب مصر الحارس برر اعتذاره بإصابته في الرجبة لكن التقارير في بوركينا فاسو تشير إلى أن الحارس يدعم زملائه الذين لم يتم استدعاهم للمغرير في بعض العباب ما تمش استدعاهم فقال لهم أنا كمان معاكم مش هروح كمان في أزمة دفاعية في منتخب بوركينا بسبب استمرار غياب المدافع يسوفو دايو لاعب نهضة بركينا المغربي واللي بيعتمد عليه مدرب بوركينا بالشكل إساسي في المباريات فان شاء الله بإذن الله تبقى الأمور متسهلانة بإذن الله يعني